جرم! قدامي! تا اللي زيك لازم يزجي بيهم في السجن! تبا اوة ما تزجيش جراء يا ضاحي فيها ضاحي! بيتك! ضحيي وخي بتايه! اللي ضحيي وخي بتايه! شو ما تقولش اسمي هنا الله! وقلش اسمك تعمل فيها زابط! شو زابط يلبس كده! يلبس كوتش بيناور! الله زابط ودخل ديسكو الله! والعسكري ده! مالو! ايه اللي مالو ما تكتب عليه مبروك للعروسين! شو بقى اسمكوها بقى! ما شوفهم شو همهم بقى! ما شوفهم هم ها! اسمكوها! حاضر! اللي اسمكوها يعني نعمل ايه يا رسولة! ايوه شوية صعب عاداته! يا شاعات البيئ! حراب عليك! انا عندي كم عيال! وانا عندي بغبغان غلباء وبنص سلسان! زي التلميذ الشاطر مايذاكر الامتحان! بيذاكر اللي البطوله وبيحفظ اللي بقوله! مظبوط! ماشينا بقى عشان نأكل البغبغان! وما ابتكرتش البغبغان غير دلوقتي! انت بزاك ما تتكلمش! انا جايبك على سرعة جنونية وساكران كمان! ايوه ما هو هايوي ايه المشكلة يعني! ايه ده? ايه المشكلة! ايه بحاف! ايه راحت بوعت دي! ده لما مش هد الشور ما ما تشربوطش! انت وانت على هايوي وبالسرعة الجنونية دي! مش ممكن كنت تقتل حد! ممكن! مظنب ولا مش مظنب! مظنب! فش عالبوكس! ضحي! ضحي! اطلع بقى ضحي! ايه! يا سيف! يا سيف! سيف! والله العظيم يحدد الزابط انا مظلوم! هي دي اللي هتلت مية عز الدين! مية عز الدين ايه دي هند صبري ياحبل! هند صبري! وانت ايه خلت الصبان! انا ضاحي يا لها ضاحي؟ انت طلعت حكومة ضاحي؟ يا ابن حكومة ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من المحفوظ بس برافو عليك يا ضاحي انت جيد في وقتك ده كان هيطلب لنا البوليس بجدد يا جماعة انا خايفة قوي انا بطحت الفنانة هندي صبي في دماغها لا متخفيش شريهنها ياما متتش انا شفتها بس يا حرامة بتترعش كده شوية يبقى اكيد دير عشة الموت الف بعد الشر عليها انا بحبها قوي مين هيكمل الجزية الجزء الثالث؟ قاتلة قل ليه لا بيه لا قاتلة يا جماعة ما تكبروش الموضوع دي خادت ازازة على دماغها ما خادتش رصاصة يعني سيبكم الموضوع ده دبوات ها لقيتو حاجة في العربية بجد لقيتو ايه لقيتنا عدد جديد عدد جديد؟ طب ممكن امص علي بصة لا يا جماعة ليه لا ده احنا كلنا في مركب واحد ده انا لسه بخلصكم من عند الراجل وهنا حطير خلاص فكيني الاول ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ديق مش عارف اجيبه ابص عليه بصة واحدة بص خلاص ده خليه بص طب يدهي له انجز بصة واحدة بصة واحدة يلا فكيني بقى يلا يا ضحي فكيني بقى يا ضحي ضحي يلا فكيني يلا يا ضحي فكيني الله هتدرمها طلقة تتفكر انا بحب حاجات دي يلا ادرك بص على رجلك اياني لا استنى استنى تعرف برصاصة واحدة فكيني احنا الاثنين ليه وانتو فكرين نفسوكو التوقمان حينجل وقف على جنب وقف ليه انت مزنوق لا بس هزنوق انزل يلا انت هو انزل بقولك مش هانزل يا سلام هل يعني كده هتسد الرطاصة اه انزل انا بقولك طبعا انتو فكرين اللي انا هخلص عليكم بس انا مش هخلص عليكم مع ان قدر اخلص عليكم بس هسيبكو هنا عشان تتعلبوا حبا يا وات يا سحلم عادي اتقالتلي قبل كده يا حيوان يا قذر يا حلوف يا سلام حلوف يا خنزير بسعاب بيقولولي يا كركدان يا ب**** حلوة دي ما اتقالتليش قبل كده اوه معلش معلش بس انا قبل ما سيبكو هنا لازم اقولكو على حاجة مش عايزين نعرفها تسبنا وامش لا لازم اقول مش عايزين نعرف لا حاولها طب قول الخير اوه 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 يا حبيبي يا هالي معلش الخير ممكن ينتصر في الافلام بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر اوه اوه يا ربي تموت يا شيخ دمك تم شاءت اكبطي فضلك لا اوه ا excuses ايدك طعمت امام اخبطي نعرك اخبطك اخبطك مه تب اخبطك بالمسدس لا بيدك عزا المسدس اكبر ماشي خلاصلي عالي! لو هتترعوه بالنار علمياً، الطلقة ممكن تختاركه وتلصي أنا مستفي بقاعمل كده طيب خد مني المفاتيح إزبت! إزبت! خليهم ينزلوا السلاح نزلوا السلاح الحنجل وينزلوا البانطلونات ونزلوا البانطلونات وينزلوا نزلوا طعم شاين استصرف بتوجع صح؟ شو هظتبقى انت عملتها معي اكم مرة؟ أنا أ Nicholas في ضب تابدوبي خليهم إيقو هنأ تعالوا هنأ بزرعة بزرعة اسمعوا وخامنا بزرعة خليم هنأ حتعمل يا دابدوبي حتعمل يا دابدوبي من النهاردة أنا ما اسميش هاني ال ضب تابدوبي من الاسم pse? اسمي هاني الدندو الدندوبي يا انا انا عبد المامور دابود دهب يا دابود dried holy لا! لا يا تابدوبي لا يا كباح! لازم تعرف ان الخير بيانتصف في الافلام وفي المسلسلات وفي السادكم كمان تقول السلاح ده ثباته انا؟ ايه ما امسك ما تخافش عادي المجلة ارفع عينك مجلة قسمك مكانك ما تتحركش لو هتتحرك لو هتتحرك من مكانك انتو هتسابونا لوحدنا وتحكنا عليك وتحكنا عليك وستحكنا عليك لو هتحرك طب سيبولنا فلوس التاكس? معلاش فلوس! باي باي يا ضحي باي باي ادو حد زلد صريني هلية هرق بينكم ازاي اه اه يا عصق استياني كأن فقيت علي قطر من كل الله كتسفرياً ميلة على وشكم كالسحتوني وهو في حد قال لك يا خالتي إنك تيجي معانا ما إحنا قلنا لك ما تجيش وإنتي برضو اللي صممت تيجي ويعيتك جيت لواحدك جيت ومعاك مصيبة ونعرف منين يا فالحة أنه هو نوي أزيل أنا بس عايزة أفهم إزاي أنتو اللي اتنين جيتوا من الغردقة بص يا حبيبتي إحنا بعد ما زوغنا من المحل وإحنا لابسين العبيات وقفنا عربي افتكرونا خلايك قلنا لهم هلا والله ني بغن روح الكاهرة رحوا جايبيننا على الكاهرة أنا بقى ما ديت إيجي في صدري وديتهم خمسين جنيه بحلقة ما عجبهمش بمباكوا معاي ما سكتش رحت مسيبة عليهم رجالة القهوة وخدي عندك بقى فيني وجاعي صباح ام بيج فان ايه دي بقى حاجة وحشة ولا حاجة حلوة لأ دي حاجة حلوة يعني إن أنا معجبة بك جدا وام ان لوفو طريقة كلامك طب ومالو يا حبيبتي ما نالي يا معجبين كتير وانت أول واحدة لأ يا أختي أنا مش قادرة أنا جتتي بتوجعني ولازم أنا بقى لي للتن ما نمتش والخم ربيتها في معدتي وعملال انتفاق حتموتني ومي قبل مين تعايا حبيبتي لما ردعك ونيمك ولا ما جسرتي طيب يا أختي قومي سنجي علي آه هو أنا يا أختي اللي سند عليك ولا أنت اللي سند علي أنت اللي سند علي عشان عصعصتك آه يا أختي صحيح افتكر آه شرهين إحنا هنعمل إيه بقى مع أم الدهب ده أنا خايفة قوي حاسة إن هو هيبعت لنا العصابة بتاعته يخطفونا ويدربونا ويعزبونا ويأخذوا مننا العدد لا 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 ما تلاقيش إحنا أدفه من كده بكتير يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي بقولك إيه أنا اتفقت مع الواد هاني زبط مع أصحابه يأمنوا لنا البيت ويأمنوا لنا المنطقة كلها أي حد غريب هيدخل الشارع هيسففو الطراب هو أنت إزاي واسكة قوي في هاني وأصحابه كده أن هم جمدين وهيعرفوا يقفوا قدام عمدهب إنتي ما تعرفيش أصحاب هاني دي عيال خطر ويقربوا أي منطقة يخشوها ده كفاي أحمد فينو؟ سيد فطيعة؟ عالي عجينة؟ إيه كمية المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فورن؟ لوي يعني اللي مش نقصص تصرافك ده أنا تعبانة وعايزة تخلى نام تبقى مصور يا شريهان ما تزعلش مني يلا بقى مش هنحل كلامات المتقطعة؟ مش قدها بكرة أول ما نصح هنحلها شريهان إنتي إزاي عايزة تنامي مش هتجناني تعرفي فين الفلوس؟ يلا يلا اتكلمات المتقطعة بتقول إن الحل في الصفحة ده نقصين نيلي يا نيلي انت قدرتيني ودمتي رقيت فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس إيه؟ بقولك الكلمات المتقطعة بتقول إن الحل في الصفحتين النقصين يعني إيه الحل في الصفحتين النقصين؟ طب شو في كده ممكن يبقى في صفحتين مقطوعين جد ومخبيهم في حتة وهم دول مفروض نلاقيهم مفيش ولا صفحة مقطوعة والأرقام كمان كلها مظبوطة هي طب يعني إيه الصفحتين النقصين؟ أنا بحب جده قوي بس هوا ليه بيعمل فينا كده؟ ما عرفش بقى غوي فرهضنا الراجل ده أنا وبقتش فهم حاجة خلاص أمال مين اللي هيفهم طيب؟ يا سلام العدد ده ليه ذكرات جميلة جدا 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 أصلي جدوكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة والسجار في إيده يولع السجار ده لازم يكون كوبي السجار الكوبي طبعا معروف إنه هو ملفوف على إفخاد العزارة السمر الحيارة الشؤر البضاء لا انت كده هتفق علينا المرارة انجز حاضر العدد ده بصراحة دي ذكريات حلوة قوي قوي جميلة تحب عكالكم؟ كيف هي ذكريات غريبة بقى يا عمى بندق؟ ممكن تقول لنا إيه موضوع الصفحتين النقصين؟ ها؟ الصفحتين النقصين صفحتين ما تشوف كده الرقم؟ هم؟ هم؟ صح العدد ده ثمانية وتلاتين صفحة عدد ميكي كلها الكالب بتبقى اتنين واربعين صفحة فعلا ده ماصر طب كده دول أربع صفحات مش اتنين ما هي وش وضاه يعني الصفحتين بأربع صفحات طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة ننزل صور الأسباكية وندوع نسخة تانية للعدد هم؟ ما ينفعش تنزلوا صور الأسباكية ليه شالوا الصور؟ لا شالوا الأسباكية؟ لا اه اصلا اقول لكم ايه ما انا ما انا قاعد من الصفح بقول لكم العدد ده اصلوا ليه ذكرات جميلة قوي قوي ومهمة حبيتها هتكهالكو انت قلتوا لا ما تحكيش ماشي احكهالنا لو هتفدنا انه ما قطعت قولي البدارة والعزارة وتقرفنا بصراحة حضرتك مانش حاكي خلا سيش ريهان اتفدل احكيه عم بنده العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982 كان رقم ألف باتعماش منه غير نسختين اتنين بس نسخة كانت مع جدوكو الله يرحمه النسخة التانية بقى كانت في دار النشط اللي بتطلع سلسلة اتنين اوكي فين بقى دار النشرة دي ايوه يا خالتي انا عند عم بندق في ايه؟ نهاري سود البرنامج؟ اما الآن فمعانا معلومة حصرية ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء لذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين نيلي مكاوي وش ريهان مكاوي واضح ان هما يا اما اخوات يا ارائب الله اعلم بس هما متنوش لوحدهم كان معهم شابين لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومة اخرى لكن الشرطة بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العين كان معهم ايضا شخص خامس وهو كان ممتحل شخصية ظابط وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمة خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصورة عن اللي حصل اليوم ده والشرطة بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطة مباشرة خلينا نشوف مع بعض اللي هيعرف مني قسما مني هشوها الانسانة دي في تباخه وان اللي هيعرف مني هتضيب البوكسر خليسها بونالوكس يا سلام يا سلام فينا كانتكاو دلوقتي تيجي تشوف اولادك واحفادك دلهم كنت تفتكر بيهم بعقي وعقيقي خش بسرعة في حد اعتركوا لا اتطامن كواسي ايه ده؟ ايه اللي انتو لبسينه ده؟ أسلحنا قلن الهين يجيب لنا لبس فقررنا انا وشريهين نبدل عشان محدش عرفنا فكده انا مش نلي وهي مش شريهين لا فكرة سائعة دي فكرة مين بقى الفكرة السائعة دي يا ترى دي فكريتي ماي ايديا ماي ايديا على فكرة انتو معرفين جدا وصوركم مالية التلفزيون انت متخلف طمطيت في التلفزيون يا بني بقولك صحيح محدش في التلفزيون جاب سيرتي انت فرحان لا ما تقلاش محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي بقولك يا دي انتو هو احنا لو اتقفاشنا هنعترف بقى ساميكو اول حاجة بقولك يا معلم احنا لازم نخلص منهم دلوقت نتويهم وكده كده محدش عارفنا ليه سمحتوا بقى كفية هزاروا وشوفوه هنعمل ايه بصوا انا فكرت انو ماينفعش نقود عندوكو او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب فقولت اجيبكم المكان الجميل دوت ايوه صحيح هو ده بيت مين بقى يا اهلا يا اهلا بالضيف الاعزاء اهلا 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 ايه يا سيف مش تقولني فيه مزهز كنت بيس طيير تاني غير ده من العبيد ده العبيد ده يبقى شريف صاحبي وهو الوحيد اللي اندر نعتمد عليه صاحبك ايه ده مزعي يا عم انا شفته بكده مش انت اعلامي ايوه صاحبه هو شبه ومش هو مش هو فضل راحتكم يا ماء البيت بيتكو ها طب يا جماعة احنا دلوقتي لازم نروح دور النشة عشان نجيب العدد لا انتو مش هينفع تنزله عشان وشكو معروف جدا باقولك انا ااخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع ايه يا سيف انت مش شايف ان احنا متنكرين انت مصدق نفسك يا نيلي ايوه انا شريهان جدا صدقني باقولك ايه تيجي نتنكر يا هاني نتنكر يالا بينا الغلسة قوي طحفة ما عرف تكون في جي خلال بيتكو يالا يا عم يالا سيف ايه انتهت سبنا الوحدانة مع الكائن ده هنا على فكرة احنا بنتكلم عليك يا صاحب عريزة اه ما تقلقش منه خالص ده صاحبي وامان يعني ما فيش اي حاجة اكينك في بيتك اعتبري سيف انت بتخاف مني اعتبري سيف بس هونك القعدة بيمسك حاجة حديث في رك تقلة عشان لو تهاجم عليك ايه ما اصدر معاك انا هصدر معاك للماجي هتصدر معاك هتصدر معاك حمد برافا عليك يا شريهان شيرهين هو البتاع دي انتي مغسلتاش بقالك الدايئ انا هموت لا هي بتاكلك انا عارفة هي بس تلضل تاكل في الراس شوية وبعد كده تتعودي علي عاجي انت بتاكتك على فكرة تاكل فيها من بد وانا سكتها لا وعيت قولي علي كده والله هده كلها سبان كلها ايه؟ سبان بيأكل هنا في دماغي والله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة